عقد مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة جلسة حوارية للاستماع ومناقشة الآراء المتعلقة بالتعديد الأول لقانون مكافحة المخدرات وإنضاج فقراته لمواجهة هذه الآفة الخطيرة وتفعيل وإسناد دور الأجهزة الأمنية في محاربة الأوكار مرتكبي جرائم الترويج لهذه الآفة الخطيرة التعديد الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ركز التعديد على معالجة المتعاطين ومساعدتهم من خلال إنشاء مصحات طبية وصحية ومعاقبة تجار المخدرات بإنزال أشد العقوبات تصل إلى حد الإعدام وفي نفس الوقت إعطاء حصانة للعاملين في الأجهزة مكافحة المخدرات من أبطالنا في الداخلية مناقشة بعض النقاط المهمة التي يراد تصحيحها في القانون القانون لديه بعض الثغرات بالتالي تم أخذ الرؤية وتم مناقشة كثير من الجانب خاصة ما يتعلق بالجانب الصحي هدفنا إنشاء عدد أكبر من المصحات زيادة الكوادر الصحية والباحثين النفسين والاجتماعين المتواجزين في هذه المصحات الأجهزة الأمنية أوجزت خلال الندوة إجراءاتها الخاصة بمكافحة هذه الجريمة من خلال رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة اتحادية إضافة إلى تفعيل المادة الرابعة والأربعين ووضع صندوق مخصص لدعم جهود القوات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة القطيرة حديث حول مسودة تم وضعها من قبل مجلس النواب العراق لتعديل قانون الخمسين لعام 2017 الخاص بمديرية المخدرات اتناولنا فيما يخص بعض الأمور لوضعها سيد المدير العام لو أحمد الزرقان المحترم برفع مستوى مديرية العامة للمخدرات إلى وكالة بالإضافة إلى تفعيل المادة الرابعة والأربعين بوضع صندوق لمكافحة المخدرات للإيرادات من المواد المضبوطة طبعا والأموال المصادرة المنقولة غير منقولة والآليات التي تم مصادرتها لدعم العاملين في هذه المديرية من خلال دفع مكافآت لهم من خلال عملهم لأن تعرف المديرية العامة أعطت شهداء أعطت جرحة في هذا المجال لعملهم فهذه المادة إن شاء الله يتم تفعيلها بدفع مكافآت لهم وفق المادة أربعة واربعين تكاتف الجهود الأمنية والمجتمعية تحتاج إلى دعم حكومية وتشريعات فيما يؤشر مراقبون ضرورة وجود إيرادة سياسية تستطيع التعاطي مع الكميات الكبيرة القادمة من الدول المجاورة والتي تستهدف المجتمع العراقي وتحطيم أبنائه من كربلاء المقدسة معتزل عبودي زاكوستيبي